يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة وانا جاي كنت بفكر في حاجة واحدة بس هل كل الخطوات اللي الاهل بيعملها اعتراضا على اقامة نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب ارض او ملعب الوداد المغربي هتوصل لنتيجة غالبا لا غالبا لا هتقام المباراة في المغرب هتقام المباراة في المغرب انا فارق معايا ايه فارق معايا ان ده شغل ادارة النادي الاهلي وبصراحة شديدة بتعمله بامتياز بتعمله بامتياز بتاخد كل الاجراءات الشرعية والقانونية بخصوص هذا الامر ادارة الاهلي وبس لا جهاز فني ولا لعبين ولا حتى جماهير تنشغل بهذا الامر جهاز فني عنده دور للتجهيز للمواجهة النادي بإذن الله بعد ما النادي الاهلي يعدي وفاق الصيف في مباراة اياب نصف النهاية يركز كويس اوه في المباراة النهاية اللعبين يركزوا كويس اوه في المباراة النهاية والجماهير تحاول اللي يقدر اللي يستطيع يسافر الى المغرب بيساند النادي الاهلي يشير تسكرت المباراة ويسافر للمغرب اللي يقدر في استطاعته ان يصرف مصاريف سفر ويسافر يتفضل يعمل كده وفورا يحجز بسرعة عشان يلحق يطلع تأشيرته ويعمل الكلام ده كله عشان ما يحسوش انه كان فيه صعوبات يعمل ده بسرعة الكل يدعم النادي الاهلي الكل يقف مع النادي الاهلي الكل يصق مية في المية في النادي الاهلي في اي مكان في العالم ليه؟ ده النادي الاهلي اقولك كم واجهة النادي الاهلي كسبها برا مصر اقولك ان النادي الاهلي ما بقى الشفل معاى قوي موضوع فرق شمال افريقيا اقولك ان بيتسو مسماني مخسرش من فرق شمال افريقيا مع النادي الاهلي اقولك ان النادي الاهلي هو صاحب اكبر عدد القاب في تاريخ القرى الافريقية أقولك إن النادي الأهلي عنده أفضل تشكيلة في القرى الأفريقية أقولك إن النادي الأهلي عنده أهم مدر في القرى الأفريقية أقولك إن النادي الأهلي اسمه يكفي ويقلق أي منافس بيلعبه كل ده أقوله لك محتاجة أسمي تقولك لا فأنا مش ألقان على الأهلي لما يلعب في أي مكان هو الموضوع كله إثبات حق فقط إثبات حق فقط حق مشروع جيه عليك كاف بقرار تعسفي صعب وسيء جدا في تاريخ الكاف قرار بتاع إقامة المباراة في المغرب ده هيفضل في جبين الكاف على مدار التاريخ هيفضل في جبين من هم يعملون في الاتحاد الأفريكي الكرة القدم الآن على مدار التاريخ بس إحنا اللي شغلنا واللي منفكر فيه واللي هنقف عنده كتير الكرة اللي هل هيلعب إزاي المباراة نهاية الأهلة هيستعد إزاي للمباراة نهاية الآهلة عايزوا يتم للمباراة نهاية الأهلة هيبقى قدام جماهير منفسه بعضد أكبر أكيد اللي هو الوداد هيتعامل مع الكلام ده إزاي ملعب مش ملعبه هيتعامل معه إزاي هيسافر المغرب الدقيقة قبل المباراة هيختار تشكيلها مسيماني هيختار تشكيلها عاملة إزاي طريقة اللعبة هيلعب 4-4-2 واللي هيلعب 4-2-3-1 واللي هيلعب 4-3 واللي هيلعب 4-3-3 التطرق الكتير اللي بيقدر يشتغل بها بيت سموسيماية ده اللي نتكلم فيه ده اللي هنضيع فيه وقت الفترة اللي جاي لحد المباراة النهائية النادي الاهلي هو الآن ممثل مصر الوحيد في البطولات الأفريقية بعد خروج الزمالك والبيراميدز والمصري وبالتالي كلنا في ظهر النادي الاهلي كلنا في ظهر النادي الاهلي ونسنده ونشجعه ويرجع بالبطولة رغم كل الظروف خد بالك أنا ما أكلم لقتي لعيب النادي الاهلي آه الجماهير عندها حرط غضم اللي حصل من الكاف بس لو أنت اللي قدر الله خسرت البطولة في المغرب محدش هيفتكر اللي حصل من الكاف هيفتكره الأداء بتاع التسعين دي بتقدت برجولة ولا لا عملت اللي عليك ولا لا قدت بشكل فني رائع ولا لا عشان بعض الناس ممكن تقولك إيه أما أنا لو خسرت هيقولوا أنه الكاف هو السبب وخلاص وأنا برا الموضوع لا عند الاهلي لا عند جميع النادي الاهلي لا ما بيفهموش الحاجات دي هم يفهموا أن الاهلي بيكسبوا بس هم يعرفوا أن الاهلي بيكسبوا بس هم حفظين وفاهمين وعارفين أن الاهلي بيكسبوا بس أي ظروف بقى هي ظروف خارجية أي ظروف أخرى الاهلي يا ما عدى ظروف ويا ما عدى صعوبات ما تخد بالك لما تحقق كل الإنجازات دي على مدار تاريخك حجم البطولات الأفريقية وبرونزيات كاس العالم وخلافه ده مش بسهولة يعني عشان بس الناس اللي فاكرة أنه الكلام ده الأهلي حققوا بسهولة كده وخلاص لا كان في ظروف وكان في أحيانا تحيص تحكيمي وكان في ملاعب صعبة وكان في إصابات وكان في مشاكل وكان في غيابات كان في مليون ألف ظرف ورغم كده الاهلي معروف معروف إنه بتاع الظروف بتاع الظروف الصعبة بتاع الظروف الصعبة